أما بالنسبة لنسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول تتكون من 1. معدل دوران المخزون 2. معدل دوران المبالغ في التحصيل 3. معدل دوران إجمالي الأصول معدل دوران المخزون وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون أو المخزون هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة عام مثلا وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام يساوي عدد أيام الفترة 365 يوم في حالة عام كامل مقسوما على معدل دوران المخزون هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات وبالنسبة لمعدل دوران المبالغ تحت التحصيل وهو حاصل قسمة صاف المبيعات على متوسط الحسابات المدينة أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام وتساوي عدد أيام الفترة 365 يوم في حالة عام كامل مقسوما على معدل دوران المبالغ تحت التحصيل هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل لاحظ أن فترة التحصيل لا تنم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أقصاد وذلك يعتبر تشجيعا للعملاء على الشراء وبالنسبة لمعدل دوران إجمال الأصول وهو حاصل قسمة صاف المبيعات على متوسط إجمال الأصول المتداولة والثابتة أو إجمال الأصول حسب نهاية الفترة فكلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة لا تحتاج إلى أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد تحتاج إلى أصول ثابتة كبيرة نسب الميزانية العمومية وهي نسب تحليل القوائم المالية هو تقييم الحالة المالية الخاصة في المنشآت المتنوعة من خلال دور المحاسب المسؤول عن تنفيذ مجموعة من الواجبات التي تشمل تحليل الأرباح والخسائر ومتابعة القرارات الإدارية والمساهمة في إعداد البيانات المالية ويعرف تحليل القوائم المالية بأنه العملية التي تساهم في تطبيق مراجعة لكافة القوائم المالية التابعة للمنشآت مثل الميزانية العمومية مما يساهم في فهم الحالة المالية الخاصة في المنشآت وتقديم المساعدة لمتخذي القرار الفعال ويمكن أن نعرف القوائم المالية بأنها التدقيق وفحص البيانات المالية الخاصة في المنشآت ما مما يساهم في تقييمها وتحديد مدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية يجب أن ندرك بأن نجاح تطبيق تحليل القوائم المالية يعتمد على خطوات رئيسية من أهمها معرفة الخصائص الاقتصادية وهي الخطوة الأولى في تحليل القوام المالية وتشكل سلسلة من النشاطات المرتبطة بالإنتاج أو الصناعة وتوزيع المنتجات أو الخدمات الخاصة في المنشآت تحديد استراتيجيات المنشآت وهي الخطوة الثانية في تحليل القوام المالية وتهتم في التعرف على طبيعة المنتجات أو الخدمات المقدمة من خلال المنشآت كما تدرس مستوى الهوامش الخاصة في الأرباح وطبيعة العلامة التجارية والسيطرة على التكاليف والتنوع الصناعي والجغرافي تقييم البيانات المالية للمنشأ وهي مراجعة لكافة البيانات المالية الخاصة في المنشأ ضمن المعايير المحاسبية المرتبطة في هذا المجال إعداد البيانات المالية المتوقعة وهي الخطوة الأخيرة في تحليل القوام المالية وتشمل مجموعة من الفرضيات التي يجب على المحللين الماليين إعدادها من أجل توقع مستقبل المنشأ ومجال عملها ومن ثم قياس طبيعة تأثير هذه الفرضيات على التمويل والتدفقات النقدية أما أنواع تحليل القوام المالية فيقسم تحليل القوام المالية إلى ثلاثة أنواع رئيسية أولا التحليل الأفقي وهو مقارنة لأداء المالي الخاص في المنشأ خلال عامين أو أكثر إذ يقارن المحلل المالي بين الإيرادات الخاصة في المبيعات والمبالغ المالية مما يساعد على حساب النسب المعوية للتغييرات بين السنوات لكافة الأرصد المالية مثل رصيد المخزون ورصيد النقدية ثانيا التحليل العمودي وهو حساب كل بند من البنود في القوام المالية باعتباره نسبة مئوية من المجموع الإجمالي ويتم استخدام مصطلح التحليل العمودي لأن الأرقام السنوية تندرج عموديا في القوام المالية إذ يكون مجموع قائمة الدخل هو صاف الإيرادات من المبيعات أما مجموع الميزاني العمومية فهو كمية الأصول في المنشأ ثالثا التحليل النسبي وهو التحليل الذي يوفر المحلل المالي القدرة على مقارنة البنود قائمة مالية واحدة أو فحص العلاقة بين كافة البنود الموجودة ضمن قائمتين ماليتين ويسهل استخدام هذا النوع من التحليل المالي بتطبيق عملية المقارنة بين الشركات وتستخدم مجموعة من المصطلحات والمفاهيم في التحليل النسبي منها نسب الربحية ونسب الملائة المالية ونسب السيولة أما أهداف تحليل القوام المالية التأرف على الحالة المالية الخاصة في المنشآت توفير تصور عن طبيعة الأداء التشغيلي والمالي للمنشآت تقييم إمكانية دفع الالتزامات سواء قصيرة أو طويلة الأجل سداد الديون المترتبة على المنشآت المساهمة في إعداد الخطط المستقبلية الخاصة في تفعيل دور الرقابة الداخلية تحديد نقاط ضعف المنشآت والبحث عن حلول مقترحة تساهم في تقديم العلاج المناسب لها وبهذا يتضح لنا بأن القوام المالية هي من أهم العناصر الأساسية المستخدمة في توضيح الحالة المالية للشركات والمؤسسات والمنظمات وتقسم القوام المالية إلى الأنواع التالية قائمة الدخل وقائمة الميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية هناك معلومات إضافية يجب أن نعرفها وهي لن تجد كل المعلومات في القوام المالية ويوجد العديد من النسب الأخرى ولكننا شرحنا النسب المالية الأكثر استخداما كما يجب استخدام الأرقام والنسب المالية المناسبة ذات العلاقة والتي تجعلك تتخذ القرار الصحيح في الموضوع احذر اختلاف تعريف النسب المالية من مكان لآخر الأهم التأكد أن النسب المالية محسوبة بنفس الأسلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر